يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الاهلي عاد الكبير عاد البطل عاد نهاردة مباراة بيقول فيها النادي الاهلي انا الدوري الدوري بتاعي انا لما ارجع الدوري يعني بنافس يعني بعمل مباريات كبيرة الاهلي اليوم فاس خمسة واحد على بلدية المحلة بأداء مميز ورائع جدا اه صحيح بلدية المحلة ما كانش افضل شيء ولكن الاهلي النهاردة بكل لعبيه ممتازين الاهلي النهاردة بجانب الخماسية اللي هي اعلى نتيجة في الدوري حصلت الموسم ده مع نتيجة الزمالك على سموحة من نفس النتيجة خمسة واحد كسب كتير النهاردة كسب مهاجم ملامحه والانتباعات عليه مهاجم كبير مهاجم تقيل مش عشان سجل بس هدفين النهاردة عشان تفاصيل كثيرة في الكورة على مستوى التحركات والضغط العالي وانهاء الهجمات وحتى ضربة الجزاء اللي شاطرة بتكلم على وسامة أبو علي كل حاجة بتقول ان المهاجم جامد وسامة أبو علي النهاردة افتتح نتيجة هذه المواجهة في الدقيقة الخمسة بالهدف اللي أمام حضراتكم تعالوا تشوف الأهداف وبعد كينا نتكلم على المباراة بشكل عام بعد كده كريم في وقت سجل الهدف التاني بطريقة رائعة جداً بوش رجل الخارجة في الدقيقة 14 هدف حلوي أنا في رأيي محمد أحلى هدف اللقاء بعد كده المميز جداً أيضاً جداً ده مكسب تبيل للأهل جداً عودته مرة أخرى رضا سنين بعد فترة جياب بسبب الإصابة هدف تالت في الدقيقة 42 وتكفل وسامة أبو علي بدرب الجزاء احتسبة للأهل في الدقيقة 49 وسجل الهدف الرابعة بعد كده سجل البديل أنتوني مودست هو الآخر شارك في هذه الاحتفالية هدف في الدقيقة 73 آخر أهداف الأهل في المباراة وأضاف حسام أشرف هدف بلدات المحلة الوحيد في دقيقة 86 من ضرب الجزاء عشان يعتلي صدارة هدافي الدوري وحمد أميز اللعبين الأهل النهاردة كسب كثيراً من هذه المواجهة كسب أداء رائع جداً من كل اللعبين إمام عشور مدهش أفشم بعد فترة غياب بيقدم مباراة رائعة جداً زي ما قلت لكم رضا سليم كريم فؤاد وسامة أبو علي كل اللعبين النهاردة في الأهل أدنهم مباراة وإيسا